موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا أهلا وسهلا بكم ويما كنت في حلقة جديدة من تونس الاقتصادية على الوطنية الأولى سعداء جدا بمتابعتكم لنا على الهواء مباشرة قبل الأخبار في ساعة مزمان نعود على أهم أو بعض الأحداث الاقتصادية بفقراتنا المصورة وأيضا من خلال ضيوفنا اليوم 29 أكتوبر 2024 بشي نحاول قدر الإمكان أن نحكيه في موضيع تمس المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر وتمس أيضا حياته اليومية وكيف ما تعودته البرنامج يانقاسم إلى جزئين الأوفر اليوم إلى البرنامج بشي يكون من نصيب مشروع قانون المالية 2025 أسال الحبر وأثار الضجة على مستوى آراء الخبراء وهذا حسن جدا طبعا أن يكون هناك نقاش اقتصادي ومالي داخل الأسر والعائلات وفي الفضاءات العمومية العامة بينما ننتقد هذا القانون بينما نقول أن هناك كثير من النقاط الإيجابية اليوم إن شاء الله من خلال ضيوفنا بش نعرف ما هي أهم نقاط قوة لهذا القانون المشروع قانون المالية 2025 إلى أي مدى جابشي عزز المقدرة الشرائية للمواطن إلى أي مدى يعزز ويدعم الدور الاجتماعي للدولة وهل يشجع الاستثمار من خلال ما ورد في هذا القانون بعد شوية بشيكون حاضر معنا الأستاذة السيدة سومية شيبان وهي أستاذة جميعية مختصة في الجباية بشيكون حاضر معنا سيد زياد أيوب وهو أيضا خبير مالي وطبعا حاضر معنا خبيرنا دائما عضو المرسل الوطني الجباية المرسل الوطن الجباية محمد صالح العياري الخبير المختص في الجباية وخبير برنامج أهل وسائل بيكس محمد صالح مرحبا سي شاكر مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين طبعا مستشارنا الجباية حاضر معنا نستقلوا فرصة وجود محمد صالح العياري بعدنا بشكل مرة نفسروا لكم مسألة من المسائل الجباية في برنامجنا وهذاك دايداننا أننا نفهم ونبسط المعلومة الجبائية البنكية والمالية من خلال ما نقدمه في برنامجنا لكن نقبل هذا اسمحوا لي الرحب أيضا بضيفي على يساري لسيد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة نواب أهلا وسهلا بيك سي مالك مرحبا يا تحية حراليك سي شيكر سيمو حمد صالح للسيد المشاهدين أهلا وسهلا بيك إذا كانت تذكر سيمو حمد صالح معايا أننا نقتل وكبنا أداء اليمين الدستورية لسيد رئيس الجمهورية وأهم النقاط للبرنامج المستقبلي لتونس خمس سنوات القادمة اللي هو اقتصادي بانتياز أول نقطة كانت هي القطع مع كل أشكال التشغيل للهش وطبعا المعطلين عن العمل من الشباب وطبعا استنباط طرق وحلول جديدة لإدماجهم في السوق وشغل وللتقليص من نسب البطالة الحقيقة ملف الأساتذة النواب أصبح ملف يؤرق لا فقط الدولة والحكومة ولكن يؤرق أيضا أساتذة النواب وعائلاتهم وأسرهم ما هو معقول أنه إنسان يقعد أكثر من خمسة وستة وسبعة وثمانية سنين وهو ما عندهش مستقبل ومشعرف روحه أموره مسوية وإلا لا وعنده تغطية اجتماعية وإلا لا برغم للدولة مشكورة تحاول قدر الإمكان أن تسوي هذه الوضعية ولكن يبدو أنه الحقيقة الملف فيه نوع من الضبابية نرجو ونأمل أنه يحسم الأمر تماما فيه وتكمل الدولة في وعودها في هذا الإطار بتسوية وضعية لساذة النواب على كل إحنا خلينا نعود نأخذوا فكرة عن هذا الملف مع مالك العياري المنسق الوطني لساذة النواب عاود أعطينا سي مالك بعض المعلومات ذكر فأنا ذكر التنفع المؤمنين قداش تقريبا من أستاذ نائب شنية الوضعية متاعكم وين وصلتوا في مفاهماتكم مع وزارة التربية اليوم أول حاجة سيشكر أن نحب نحييك لأنه بالحق دعم أساسي للملف الاجتماعي تلفزة الوطنية أي والتلفزة الوطنية أساساً بالنسبة للملف لساذة النواب نحن تاريخيين يعود لـ 2008 معناها اليوم ندخلين في 17 سنة التعامل الفعلي تضحيات العدد لساذة النواب على الأقل تول موجود على مستوقعية بيانات في حدود 14.261 أول حاجة دعوة زاد الوزارة تربية في طر العمل التقني الإداري أنه معناه ينزلوا بقية الزملية لأنه صارت أخطاء على مستويات معينة نطالبوا بالتعجيل بتنزيلهم لأنه إذا ثم بالحق تسويت وضعية يكونوا معنيين بها هذه النقطة الأولى أنا تأكيد أن الكلام كسيشيكر سيد رئيس تقريباً يوم العلم في إطار معناها تعليمات وأكد على أنه آن الأوان لتسويت وضعية في إطار زاد الباساسيون اللي صارت في إطار مهلة جديدة أو مع منضاة جديدة أكد على القطعة ما تشغيلها ولكن الحقيقة ثم ضبابية لأنه نحن تقريباً في إطار تحركتنا الوطنية ديماً موقف وزار التربية عندما نطالب أين وصل ملف لأستاذ النواب من المجال الوزاري المضايقة اللي صارت من أجل معناه توقيع الأوامر الترتيبية وزار التربية تقريباً في كل فرصة أتأكد أنه تم الحسن في الملف وملف لأستاذ النواب أصبح منا الماضي لكن أحنا اليوم عملياً وقت نحكو على أكثر من شهر ونصف عمل الأستاذ المتعاقب اللي هو أساسي الأستاذ النايب ما عنده وش عقد معناه نحن اليوم نخدمه غير عقد الأستاذ النايب اليوم ما عنده وش معناها طغطية صحية واجتماعية ولو أنه الطغطية معناها روى مشكل من 2008 معناه وكانه الأستاذ النايب ما عنده وش الحق بش يمرض وإلى المعلم النايب لكن نحن في خضم هذه عدم وضوح الصورة وفي طار الضبابية أحنا الحقيقة خيرنا ديما روى الراع وديما الجانب الأخلاقي وأنه التلميذ ديما يبقى فوق كل اعتبار ومعناه تنفيذ من تعليمات سيد الرئيس الحقيقة خيرنا أنه خلال هذه الأسبوع باعتبار أنه عطلة نتواجه الوزارة التربية أنا طالبه أنه بالحق يصدر بلاغ على أقل توضيحي أو معناها سير معناها سياسة إنصحة تعبير اتصالية مباشرة بش نفهمه ما يصير لأستاذ النواب والمعلمين النواب والقيمين والمرجدين لأنه بالشكل لذي الحقيقة تم حالة احتقانة كبيرة تم حالة الحقيقة عيدتيابة كبيرة من الأستاذ النواب لأنه اليوم يخدم ما يعرفش ما يصيره ما يعرفش تغطيطه الصحية ناس قدمت في العمره عنه اليوم 174 وضع يتجاوزوا الخمسين وانتظروا كيما سيد الرئيس أكد على أنه آن الأوان زادا طالبه سيد الرئيس في طار حرسه على القطع ما تشغيلهش أنه معناه ينزل لهم مرسوم استثنائي لأنه عمرهم يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية بش يتم انصفهم على شكل تعامل الحضايا نحن اليوم متواجهين الوزارة الطربية باش ما يصير لقدر الله تصدى على مستوى استمرار العمل الطربوي بداية من الأسبوع الفارض يعني الحقيقة تعرف في بعض الحيان سيشيكر ساعت ما تناجمش تجير ضد الطيار واليوم الحقيقة طالما سيد الرئيس طالب أنا حاسي أنه حتم حلقة مفقودة لأنه سيد الرئيس يأكد ونشوفه في المقابل أنه سيد الرئيس أنجز معظم الأوامر الترتيبية على مستوى قطاعات أخرى كما الصحة كما المرأة الفلاحية كما الشباب ورياضة ولكن عليش الأساد نواب يبدو أنه تم مزيل ما حاسي مش في الأمر والآن وزارة الطربية تحكي على خمس وستة دفعات هنحاول الطلبة تنزيل الأوامر الترتيبية على خمسة دفعات كنا ضمن القوة المسمية كل زميلة عرف تاريخ تسويت وضعيته باش يكون على تمؤمنين من الأمر هذا هو نذكر أنه في المواعب من الدولة من الحكومة طبعا الوزيرة الساقة وقت اللي قالت لكم أنه تعليمات سيد الرئيس معناها هي موشة مش شخصية الحكاية وإنما هذا هو موقف الدولة واتجاه تسويت وضعية على دفعات في بالي على خمس سنوات ولكن سيمو حامد صالح إذا كان واحد يقعد من فمش كول عنده 17 سنة أي سنين دخلنا فعليا يذل لي معناها سيمو حامد صالح أنا الأوان باش الملف هذا يقع الحسن فيه تماما صدقني سي شاكر أنه متأكد الناس اللي يتفرجوا فينا الكل هم تعاطفين مع السيادة الأسياد النمائي خطر هم يكونونهم في الأجيال السعادة هم اللي يكونونهم في الأبناء متاحهم هم اللي يكونوا في رجال المستقبل معقولة الناس اللي يكونوا في رجال المستقبل ونساء المستقبل بطبيعة الحال سجلت الأرقام 14 ألف ومتين واحد وستين ما زلت الحالة متاحهم إلى يومين هذا غير مساواد 12 ألف شغور ما بين الظرفي والمسترسل وعندي دون عقود عمل ودون تغطية اجتماعية وصحية الأستاذة ذي نابل بيش يمشي بيش يعلم وبش يقدموا الدروس كيفاش بيش تكون الحالة النفسية متاعوا وهو معناها يفتقر إلى أبسط معناها النجم نقوله الخدمات اللي يزموا يتمتع به وإنا شنقول نقول ممكنك البطء اللي في الإدارة هذا هو اللي حالة دونه ولكن توالت المدة كساس جلت زاد من منذ سنة 2080 توالت زاد المدة أنا نقول مدام سيد رئيس أعطى التعليمات متاعه كما في بعض المشاريع الأخرى التي تم الإسراع في أنجازها نقول الآن الأوان زادة للإسراع في حلها المعضلة متاع الأساذ النواب خطر هذوكم هم غدوة اللي بيشوا ضمنوننا التكوين السليم لأبنائنا خاصة وأنه فم شغور في وزارة التربية في كثير من الخطط أساذة معناها متاع عربية فرنسية وغيرها من المواد هذا أولا ثانيا يبدو أنه الأمر محسوم فيه لأنه سيد الرئيس قال أنه يجب القاطع مع كل الأشكال للتشغيل الهاش وكما قال سيمو عبد سالح مش ممكن أستاذي ربي أجيال ويقري وكيف ما قال مالك لو فيه مصلحة التنميذ فق كل الاعتبار يقري هو عرف روحه هو نفسه وضعيته ماشي مسوية ومش عارفه مفرمة ضابة بيه ومش عارف روحه معناها نداء فعلا لسيادة رئيسة جمهورية أنه الموضوع هذا يحسم نهائيا مع الأساذان الواب والقاطع فعلا مع كل الأشكال التشغيل هل عندكم لقاء مع سيد وزير تربية جديد؟ أحنا سيشيكر ديما في طار الخيار أن نحافظ على استمرارية العمل التربية ولو أنه الحقيقة حجم الغضب اليوم كبير برشة لأنه الحقيقة ثم حلقة مفقودة كما قلت أحنا حابنا نتواجه خلال هذه الأسبوع طالما هو أسبوع متعطلة لضمان معناها السير العادي للدروس طالبنا اليوم الحقيقة ما كانوش متواجدين لأنه صارت حركة نقال المندوبين إن شاء الله موافقين إن شاء الله غود وهذه الوعدتنا به بين ظفرين السلطة الأمنية في طار تدخلها ومساعيها باش يضمن الوحد إن شاء الله غود يكون عنا لقاء الحقيقة أحنا نطالب والحقيقة بموقف على أقل موثق باش يأكد لأنه اليوم راوسي شيك الحاجة أحنا عنا ثيقة في وزارتنا وعنا ثيقة والثيقة الكبرى في السيد الرئيس لأنه بالنسبة لي أنا أعتقادي أنه خطابه يوم العلم هو خطاب قريب حتى للتاريخ لأنه وقت ندفه على ما صار متاع المدرسة العمومية هذا يطرح متاع قرار سيادة وطنية ولكن نحن اليوم نطالب السيد الوزير أنه بالحق رأوا لابد من نتعامل بوضوح مع السيد الأسيد النواب والمعلمين النواب والقيمين والمرجدين باش نتجنبوا أي تصدع لأنه اليوم ربما غير المقبول نخدمه غير عقد ونحن أسه ثمت عقد شاء الله رب يوفقكم يتفق ليكم نحب نثمن الموقف موقف نبيل فماش معناه توقيف الدروس أو كخلال العطلة ونشوفه كيفاش نلقاوا الحل وخاصة أن الطريقة معناها اللي يتكلم باس الأستاذ وهذا الشيء هو من مأتاه اللي يستغربوا أنا بالحق نثمن المستوى الراقي والناس يطالبوا بحقوقهم أنا مذابيه الناس كما دون ونحطوهم في عيننا نشجعهم ونشغدوا ويخدموا خدمتهم في ظروف موري أنا سيمو حام ضحينا 16 سنة مش مش تقلقنا أسبوع فقط نحن حاجتنا برؤية واضحة بايش نكونوا معنا على تمامنا واشاء الله بنتفق لكم وحنا متابعين الملف طبعا واشاء الله يكون لكم لقاء قريب مع سيد وزير التربية وتضاح المسائل بالنسبة لكم شكرا لك سيمالك العياري المناسق الوطني الأساذا ونمشي مباشرة مع المستشار الجبائي إذن كيف ما قلت في المستشار الجبائي نحاولوا كل مرة نوضحوا مسألة من المسائل الجبائية للسادة المشاهدين اليوم على شو بش نحكيه سيمو حامد صالح أنا اخترت اليوم موضوع يهم المواطنين بسفة تنعامة أيوة فاش يتمثل لذلك هو كيفية احتساب القيمة الزائدة العقارية بش نبسطها معناه واحد عنده عقار بش يبيعه وعنده ثمن شرابيه وثمن بش يبيع بيه بش نشوفه كيف يمكنه تحديد القيمة الزائدة العقارية وما هي النسبة الموظفة عليه بتبيعه أنا بديد توا أول حاجة نبدأ بسعر التفويت في الأملاك مثلا انت شريت مبلغ معايل بمئةين مليون بعته بربع مئة مليون ناخذ الفرق بين سعر التفويت وسعر الاقتناء سعر الشراء أكل فرق المبينيتهم مش ممكن باش نعتمده وكان على الفرق فقط عليش خطري انت ملي شريت العقار فم التذخم اللي عنده تأثير متاعه على الأسعار جاء المشرع قالك السعر الاقتناء ولا سعر الشراء نزيده عشرة في المئة سنوية 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 عشرة في المئة إذا كان خذية عقار انت بمئةين مليون وانت عشرة في المئة سنوية معناها عشرين مليون كل سنة معناها بعض عشرة سنين بش يولي نزيدوه مئةين مليون واضح إذا كان بيتبيعه بخمسمائة مليون الفرق وقت يقول خمسمائة إلا أربعمائة مليون موشك السعر الأصلي الأصلي بتاع مئةين مليون هذه الحاجة الأولى والحاجة الثانية وقت نحكيه شكون الأشخاص غير المعنيين خطر فهم ناس ما هم مش معنيين بيدفع الضريبة على القيمة الزائدة العقارية وهذا واقع معناها والحقيقة حاجة معناها محبذة إيش يقول لك يقول لك الأصول والفروع تو أنت تبيع للوالد متاعك وللوالدك مش تقول عندي قيمة زائدة عقارية نازم يخلص عليها الضريبة ولا تبيع للأبناء الأصول والفروع الفروع هما الأبناء والأصول هما الأباء اثنين في حالة انتزاع أرض للمسلحة العامة أيوه أنت عندك أرض وبيش يتعدى منها مثلا طريق وهو تم انتزاع مش على كيفك انتبعت يقول في الحالة لا يمكن الحديث عن قيمة زائدة عقارية وليس هناك ضريبة والحالة الثالثة يبدأ عندك المسكن الرئيسي التفويت الأول فيه بل كانت بدون التفويت في المرة الأولى تو التفويت في المرة الأولى ما تخلص عليها ولكن اتزادت في قنماليلي سنة 2023 حد القيمة إذا كان لا تتجاوز قيمتها بخمسمائة ألف دينار كان تجاوز خمس ألاف تولي عندك القدرة لكي تخلص الضريبة على القيمة الزائدة العقارية الثلاثة النسب المتبقى خلافاً لما هو معمول به في مادة الجيباية هذه النسبة تسمى تنازلية ما تمشيش وترتفع تمشي وتنخفض تنخفض يقول مشارع يقول كان بعد خلال الخمسة سنوات الأولى نتبق عليك 15% على القيمة الزائدة العقارية كنا نحكيوا عليها كان بعد بعد الخمسة سنوات الأولى نتبق عليك 10% لماذا؟ خلال الفترة أولي نجم يكون عندك العقلية متاع المضاربة تحب تشري وتبيع خلال عندك السنوات الأولى متاع نجم تكون تشري وتبيع العقلية متاع المضاربة موجودة هذاك عليش المشرع عمل نسبة 15% كانت جاوزنا خمسة يقول ممكن الضرورة ولا في حاجة للبيع هذاك بشن تبقو 10% وإذا كان فما عقار جاء من الإرث تقعد دائما نسبة 10% في كل الحالات الحالة الثالثة بالنسبة للأراضي الدولية مخطر فم الناس يأخذون أراضي فيلاحية في وقت من الأوقات بسعر رمزي بدينار وبينارين ولكن إذا كان فقدت هذه الأرض سبغاتها الفلاحية أنت شريتها بدينار أو بخمسة دينارات اليوم تتبيع بربعة مئة وخمسمائة دينار يقول القايل يلزم تسع النسبة مرتفعة لهنا إذا كانت تبيعها للوكالات العقارية وكالة السياحية والصناعية والسكنة وإلا للشركة الوطنية الشركة الوطنية العقارية العقارية وهي سنيت والشركة النهوض بالمساكل الاجتماعية وهي سبرولوس النسبة 25% وفي الحالات الأخرى كما بعد النسبة 50% ستقول أنت أخذت أرض فلاحية في وقت من الأوقات إذا كان فقدت سبغة الفلاحية متاحة بيش تساور برشة فلوس شئت بخمسة دينار وفي الحالة هذية يلزم تجي تفوت في الأرض الفلاحية تمشي لأملاك الدولة قبل ما تبدأ تفوت يعطيوك شهادة رفع معناها رفع اليد رفع اليد يخرج خبير من وزارة أملاك الدولة يحدد بصفة تقديرية القيمة تخلص أنت على ذلك القيمة التقديرية الأولية ويعطيوك شهادة ترفع اليد تبيع وبعد يقع تحديد القيمة الحقيقية إثر البيع تبدأ موجودة في عقد البيع وبالطريقة هذه يكون مظلمنا حتى حد والناس اللي خذت أرض فلاحية وفقدت سبغة الأرض فلاحية تكون النسبة كما قلنا مرتفعة أما 25 وإلا 50% في الحالات الأخرى لكن المتعارفة عليها على أرض الواقع النسبة الزائدة ديما المصرح بها ولا التي تكتف العقد لا يشي نسبة الحقيقية اللي يباع بها الشخص فامشي حل المضوع ذلك الحل هي المراقبة الجبائية ويمشي تسجي العقد ومراقبة الجبائية يعملوا مقارن يسميه التنظير ينظروا بالقطاع الأرض الموجود بحلها مقدش المتر خطا عندهم العقوب ويأخذوا ثلاثة على أقل أقل تقدير هذا فقه الإداري يقول يخو على أقل ثلاثة باش التقييم يكون سليم ويخل معدل ويقارن بتبيع بمتر المربع ثمن متر المربع بالنسبة لك الأرض التي تم اقتنوها إذا كان فهم الشك في القيمة الحقيقية للعقار وبالتالي ما أنا أمور مضبوط ما أنا باللي بشي يحط السعر ما هوش السعر الحقيقي يجب ينتبه ويرد بالورا فهم مقارنات تطير مع الأرض المجاورة أو مع العقار المجاور ويعرفوا الحقوق مضمونة الحقيقة حتى كان يصير اختلاف نمشو المحكمة بسفة آلية المحكمة تعين خبير عقاري بسفة آلية بالقانون يمشي خبير عقاري معنا اختصاص وهو الذي يحدد القيمة الحقيقية التي على السياس يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها شكرا لك محمد على المستشار الجبائي كيف ما قلت النصيب الأوفرة ونصيب الأسد لمشروع قانون المالية 2025 وهو موضوع الساعة شنية أهم ملامح هذا القانون هل جاء هذا القانون ليكرس العدالة الجبائية أو يحاول تكريس العدالة الجبائية هل يدعم الدور الاجتماعي للدولة هل يدعم الاستثمار وإلا كيف ما يقول البعض هو قانون جباية هو قانون تقريبا تصريف نفقات موازنة مالية الزيادة في الاقتراض الداخلي نحاول نشوف هذا الكل مع ضيوفنا بعد شوية سيدة سمية شيبان أستاذة جامعية في الجبائية السيد زياد أيوب وهو مختص خبير مالي وسيد محمد صالح العياري عضو المجلس الوطني الجبائي وخبير البرنامج نمشي مع هذا التقرير لملك الجبار ثم نعود لإستقبل الزيوفنا تبقى مشروع قانون المالية لسنة 25 و2000 تقدر مداخل ميزانية الدولة التونسية ونفقاتها لسنة 25 و2000 كما يلي مداخل ميزانية الدولة حوالي 50 مليار دينار نفقات ميزانية الدولة حوالي 60 مليار دينار المداخل الجبائية حوالي 45.2 مليار دينار المداخل غير الجبائية 4.4 مليار دينار الهبات 53 مليون دينار قيمة القروض حوالي 28 مليار دينار ليكون المبلغ الجملي بالنسبة لميزانية الدولة 78.2 مليار دينار ويشمل مشروع قانون المالية عدة أبواب ومجالات نسرد منها ما يلي التمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن إحداث صندوق خاص هو صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسبابا اقتصادية إحداث حساب خاص في الخزينة هو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور تخفيف لعب الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجزة دعم الإدماج المالي والاقتصاد للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتجيعها على بحث المشاريع تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة مزيد الإحاطة بمصابه لاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحها دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن والمحافظة على الموارد المائية حيث يخص اعتماد قدره مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروضاً للتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار كذلك ينص المشروع على التخفيض في نسبة الإعداء على القيمة المضافة للكهرباء ذات الضغط الضعيف للاستعمال المنزلي إعفاء الأدوية الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية من المعاليم والأداءات شكراً لك ماليكة طبعاً هذه نقاط من بعض نقاط كثيرة لو نحكيه على مشروع القانون ممكن أن نذكره خليوني قبل ما نبدأ نحكي في هذا المشروع رحب بضعفائي سيدة سمية شيبان وهي أستاذة جامعية مختصة في جباية أهلا وسهلا بك مدام سمية عايشك مرحبا بك ورحبا بك السيدة مشاهدين كل مرحبا بك وشكراً على قبول الدعوة السيد زياد أيوب وهو مختص وخبير مالي أهلا وسهلا بك سيد زياد شكراً يا عايشك مرحبا مرحبا وشكراً لك كيف مقلت؟ نحن حكينا على برشة نقاط حكينا على مسألة دعم الاستثمار وحكينا على الصناديق التي تم إحداثها في إطار الدورة الاجتماعية لدولة وبعد نحكيه عليها مسألة الضغط في الأسعار بالحديث على الدعم المالي لصغار مربي الأبقار على عفاء الشركات اللحوم على عفاء الصيداني المركزية كما جاء في التقرير دعم الاقتصاد الأخضر وغيرها من كثير من النقاط ولكن النقاط اللي ربما نزل لشركزوا عليها شوية مسألة أهم التغيرات في الضراء والأداءات في المشروع القانون المالية على الدخل والأرباح وأيضاً على الشركات وكيفاش يتم احتسابها ولهذا يدخل في إطار طبعض مع سيدة سمية في إطار دعم الشركات أو تعطيل الإنتاج كيف ما يقوله خالياً نبدأ مع كتة سيمو حمد صرح لو نعانون مشروع قانون المالية 2025 رو فما دي مشكون يقول أن مشروع قانون المالية هو بيس كونتابل مش نحكيه على تنمي على دعم استثمار على دور متاع أفاستيس مو في حديثنا على مشروع قانون المالية بيس نحاولوا نحصلوا من الموازنات المالية بالداخل والخارج تقريباً معنا في توصيف مختصر أنت كيفاش تعنون مشروع قانون مالية 2025 هو مشروع لإجراءات ذات السبغة الاجتماعية بمتياز بعتاش نفصل لكلهم يهموا أساساً النظرة للفئات الاجتماعية بصفة عامة هذا أهم حاجة ممكن تميز مشروع قانون المالية بدرجة أولى بدرجة ثانية هناك نقطة تانية هامة تانية لولاً وبش نتعرضو له معناها بالتدرج الضريبة على الدخل اللي يتهم كل الأشخاص الطبيعيين فاش بدلنا جدول الضريبة على الدخل اللي فيه نسبة سعودية واثنين الضريبة على الشركات اللي كانت عن نسبة عادية تحتسب مباشرة على الأرباح اليوم عرجنا على رقم المعاملات معناها تم تحديد النسبة وتم الترفيع فيها الحقيقة وذلك على أساس أهمية رقم المعاملات وبعد وقت نحده النسبة نرجع للأرباح لتطبيق النسبة المعنية عن ما نقوله في الموضوع هذا يتدخل فيه السيدة سومي الضريبة على الشركات وانا عندي ممكن بعض الفصول باش نعرج عليهم ونحب نركز أكثر وفرصة للسيدة المشاهدين اليوم بيش يعرفوا شنو بيش يربحوا للأشخاص طبيعيين من جدول الضريبة على الدخل الجديد المقترح ضمنها مشروع القانون ميلي سنة 25 حبيت تنعرج على الإجراءة هدايا دعم الدور الاجتماعي للدولة هدايا بالنسبة لمجال برنامج المسكن الأول داخل تراب الجمهورية خاطر نتلقى بعض العقارط القادمة في المدن الكبرى داخل تراب الجمهورية تلقى المسكن الأول كما بدينا احنا منذ قانون مالي لسنة 2017 قلنا المسكن الأول قصد اقتناء المسكن مش تشريك جاء المشارع توا قالك في الجهات الداخلية روى الفكرة الأساسية يحب يبني المسكن وبالتالي الامتياز واختاخوا قرض نسبة فايدة بـ 2% ومدة إمهال بـ 5 سنوات اللي كانت تسنده خصيصا عنده اقتناء المسكن اليوم تم توسيع المجال وأصبحت كذلك العملية بناء المساكل المشمولة بهذا المقترح وهذه حاجة هامة تعرف التونسي شغل الشيغل المتاعه بشي بني دويره شغل الشيغل المتاع التونسي اثنين سيشيك للمدة الأخرى لكل ضجة كبيرة حول أسعار القهوة صحيح أسعار القهوة كانت تبيع سعر الكيلو قهوة للمقاهي بـ 20 دينار ولكنت فقدت في الأونة الأخيرة ولات في السوق السوداء ووصلت اليوم حتى الـ 45 و 50 دينار الكيلو صحيح هذاك عليش وزارة التجارة ثرت خرجت لبيانة متاحها الأسبوع للفارض وقال ترويز حدة السعر بالنسبة للقهوة التي يقعوا ببيعها لأسحاب المقاهي بـ 34 دينار و 500 ولكن على أرض الواقع اليوم تلقاها بـ 45 و 45 دينار كالعادة في سوق السوداء هذاك عليش جدت معناها الأسحاب المقاهي والغرفة متاع المقاهي واجتمعوا واخذوا قرار قالوا أقل تقدير خطي الأسعار حرة ولكن قالوا أقل تقدير زيادة بـ 200 مليم أقل تقدير وذلك لتمكين أسحاب المقاهي من تغطية المصاريف الباهدة والكبيرة في سعر القهوة جاء قانون المالية إن شاء الله ذاي بش حل المشكلة الإجراء في قانون مالية شقول توقيف العمل بالأداء على القيم ومضافة بالنسبة للقهوة الموردة أقل تخفض من نسبة متاحة واثنين ما عاد كان ديوان توسي للتجاري يورد توسيع المجال الخواص لتوريد القهوة أو خفضنا من الأداء على القيم وضافة وتوسيع المجال الخواص لتوريد القهوة بشكاكة تولي فما منافسة في السوق وتولي القهوة موجودة على السحر لا يقعدوش اليوم من نهار اثنين ونزيده في أسعار القهوة النقطة الثالثة التي نحب أن نعرج عليها وهذه نحب أن نأكد عليها هو جدول الضريبة على الدخل وأنا للمشارضل 자م خذية الجدود الحالي و الجدود المقترح الفرق ما بينهم كانوا لعنا خمسة شرائح ولو لعنا سبع شرائح أما أننا لعنا سيشيكل من سفر خمساليلف دينار nuestras فر أو كان الوحيد في الشاشة الجدام أما من خمساليلف للعشرين ألف دينار كان 26٪ تiğ eure Honors هنا مثال ليробほど عنده 6 ألف دينار مليونryn ايخلص علي 26٪ في المائة خلص عليه مئتين وستين دينار ماشي معقول وشريحة الثاني اللي تم تغييرها كنا من ثلاثين لخمسين الف دينار مباشرة تولين من ثلاثين واربعين فما نسبة وبعد من اربعين وخمسين فما نسبة أخرى وبالتالي تم التخفيض في نسبة نسبة الضريبة بالنسبة للشرائح الأولى وتم الترفيع في نسبة اللي تفوق خمسين الف دينار سنويا كانت 35 في المائة واليت 40 في المائة وبالتالي نجم اقول لك فما توازن بين أصحاب المداخيل الضعيفة والمتوسطة خفضنا لهم في نسبة الضريبة وأصحاب المداخيل المرتفعة رفعنا لهم في نسبة الضريبة وذلك ابتداء من الشريحة التي تتجاه كيف يقولوا أصحاب المداخيل مرتفعة معناها من حد الأدنى قداش خمسة الاف دينار شفت الجدول اللي كنت شوفيه توا إن اخذت واحد عنده خمسمائة دينار في الشهر معناها ستة الاف دينار ما كان يخلص في الجدول الحالي؟ في الجدول الحالي كان يخلص مئتين وستين كما قد أكتوها في الجدول الجديد ما ش way fan 150 دينار؟ إرباح مئة وعشرة دينارات في السنة ما يعني؟ تسعة دينارات فيصل مئة وستوя프تي في الشهر كنأخو الشريحة متاع ألف وخمسمائة في الشهر اللي هنا تبقي المتوسطة Women 18 ألف دينار في العام في الجدول الحالي يخلص 3380 دينار خطر بسط هنا أخذت جدول الحالي وجدول مقترح وقارنت مبيناتهم والجدول المقترح يعطيك 2750 دينار أقل قداش ربحه؟ ربحه 630 دينار في العام وما يعني 52 دينار و 500 في الشهر 20 ألف دينار أقوى مبلغ قاعة الترفيه فيه هو اللي عنده 20 ألف دينار سنويا معناها 1.660.000 في الشهر هذا يربح 650 دينار بالمقارنة بين الجدول الحالي والجدول المقترح 650 دينار مما يعني 54 دينار فاصل 166 مليون إذا كان نوصل 50 مليون لكي اللوخيان والمشاهدات والمشاهدين تفرجوا فينا فانا وقت تأتي زيادة في 50 ألف دينار سافي سنويا سنويا اليوم يخلصوا 13 ألف و 100 دينار 13 مليون و 100 في جديد يخلصوا 50 مليون قد قد سافي 13 مليون و 150 دينار الزيادة 50 دينار للشخص اللي عنده 50 ألف دينار كان نمشي المئة مليون بش نقولك تاوي الزيادة خطموا ليت 40 في المية المئة ألف دينار تعطينا بالنسبة للمئة ألف دينار تعطينا اليوم 30 ألف و 600 30 مليون و 600 في جديد 33 ألف و 150 دينار الزيادة 2550 دينار اللي عنده 100 ألف دينار في الشهر بش زياد له 212 دينار و 500 اللي هنا سؤال مطروح هنزدنا لبعض الشرائح نقولك هذه هي العدالة الجبائية جسي شاكر نخفض في النسب للشرائح الضعيفة والمتوسطة ونزيد في النسب للشرائح والمداخل تعطينا رجعلك باش ما تستحوصش على الكلمة دي فرنامش ولكن زادة هل تم أخذ بيانا عطبار نقطين مهمين أولا نسبة التضخم ثانيا قيمة الدينار سعر قيمة الدينار يا طايحة برشان تكي تحكي لي ما نحكي وش على الضعفات دخل نحكي على من 50 مليون الفوق هوا بالطريقة هذيك بشتولي يأتي وكأنك زادة نقصة المبرشة في المداخل المتحم وذك يضربك بالطبقة هذيك لو نأخذ بيانا عطبار نسبة التضخم وقيمة الدينار تطور نرجعلك سي محمد زادة تطور نرجعلك مدام سوف نحكينا على الضريبة طبعا جيدة زياد نكمل ونحكيه على الشركات اليوم اللي فما البعض اعتبر أنه العبء الجبائي على الشركات اعتبروه عبء الجبائي على الشركات وعتبروه أنه يعطل خلق الثروة ولا يعطل الانتاج داخل الشركات شنية فلسفة مراجعة نسب الضريبة على الشركات حسب الحجم متاح اليوم يأتيك صحة سي شاكر ويأتيكم صحة على الفرصة التي يأتي تحتوها إما قبل من تعدل الضريب على الشركات ماذا بي أن نكمل مع ما أنت عندي من نلاحظ تفضل تفضل أي على الضريب على الدخل هنا معناتها الناس تعرف في بالهم معناتها هالبرام هذية يخص كين الشهارة ولا اليروتريتي هو يخص لغوفنون كل معنات فيه الفلاح فيه المثال الأقغيقون فيه البروفيسون الريبيرال معنات المهال الحرة فيه الزنتري فيه السات كاتيجوري دو غفنو لكل معنات الناس يبالوا بكن يمس كن سالغير ولهنا الشريحة سيان غفنو نايت أنويل ونايت نايت معناتها نطرحوا منه موش صافي معناتها نطرحوا منه معناتها كل كاتيجوري شنوال أعبال العائلية اكس ترى دونك هذي جحابيت جحابيت نقول ولهنا عنا سبعة ثلاثين في المائة من البرسون كنسرني هو الدخل ممتاحو سبعة ثلاثين في المائة دخل ممتاحو أقل من خمسا آليف دينا عنا في تونس ثبوت geopolit وحسب تقريب ستة وربعين في المائة اللي دخل ممتاحوما بين خمسا آليف وعشرين الف دينا في العام الممتاحوان تمامين يمثلوا ثلاثة وثلاثة哎parent اذن حين فل hiện الزيعون من Limco معناتها اللي سالير بشي بشي يطلع وخاطر في بينهم بدلنا وطلع لنبول يقبي بي ألوك هو أنت والشريحة فين فين بالضبط دوق الأغلبية اللي يتوش معناتها الماس الكبيرة في أقل من العشرين من العشرين مليون بي هي بحاجة فما زادة ما نساويش اللي هو ما بيدهم وكذا Dienstان معناتها السوي في 4200 دينار 4200 دينار 4200 دينار اللي ذي كالسوي كيفوت أقل مي بيانسور ما يتبدلش الليلة المتاعوه جلل ميتا نقصش ميتا نقصش بارك انتقال رب العلف وميتين الله بشي زيد estar قليلا ما معناتها الغني كيناخدو زادة الروتريتي اللي روتريت متاحهم أكثر من الأربع عملين ومئتين حسب التقريم كون 3% معنتها مش برشا معتها الروتريتي فما معتها كان نجمه نقوله أفانتاج معتها بالنسبة لهم هما توا هالتبديل باري مو على العدلة الجبائية ولا ليكبي دوك الهنا نشوف ما فاميش عدلة حتى التوا ما فاميش عليش ممكن ناخده السلاغية الشهار ولا الغوتريتي اللي شنوا عندو كان نقول لونيت معنتها نقصنا حاجات من البنيفيس متاعو من اللي هو السلاغ شنقص نقص الكوتيزاشن السوشيال اللي هي 9.9% اللي بالنسبة للخاص بش تولي 9.5% نزيدوها 0.5% متاع الصندوق هذي جديدة متاع سنة 2025 دوك تولي 9.62% عقاقا في المئة 61% لهنا يسامحني علش نحطوه في نفس الكاتيجوري ونفس البرام نطبق عليه هو ويخدم بروفيشون ليبرال اللي هو يخدم بالكونتابيليتي والشارج متاعه الكل دي ديكتيبل حسب معناتها قراءتي للموضوع القراءتي الخاصة أعليش ما نقترحوش بغاية معناتها ديق بي بي خاص للسالير والريفير خاص بأصحاب الأجور بالنسبة لك أنتي لأنه من الظلم أنه تحسبهم همهما كثمة المهلة الحرة اللي ناحي لشارج كل الكونتابيليتي والشارج متاعه يتحسبوا هذلك ويتطرحوا ولو زيد الفريبروفيشوني العشرة في الميال يوليو بلافوني عنده مدة ظهوم لين حكاية فارغة هذا بالنسبة بالنسبة للإخبيبي بالنسبة للديدوكسون كومون ماذا بينا زادة يراجعوهم اللي شيف دوفامي والمعناتها رئيس عائلة والأبناء أشارج وكل شيء معنات 300 دينار شيف دوفامي معناتها مشاجعوش حتى على الزواج سمحني سليباتيغ ولا شيف دوفامي شنو الفرق 300 دينار يتنحاهم الباس في العام المشكل اللي لكن بيهين خير من البيت بيجيتش إنو خطروا الأصل اللي ويبقى الحال لما هو عليه أنا كنتي تربخوا 300 دينار بيهين موش خايبين مش يخذوا من الباس معناتها ما يخذوا مش 300 دينار ولا أمبو معناتها من الباس دونك بيهين هل تغيير في اللي قامت معناتها توا مشيكل وكيفش بشي ويخلصوا جمعة الاربعين في الاربعين في المية اللي أكثر من خمسين مليون كنجي نشوفوا والإزيتود والستاتيستيك اللي قام بيها موزارة المالية الليغمانتاشن بتاع الكارونة كورسان معناتها وتغيير الباريم وكل يتكلف فيما منك أغاني بالنسبة لخزينة الدولة كيفش؟ بالنسبة لخزينة الدولة خطر الماس الكبيرة اللي أمبومتها بش ينقص معتها بغابورش كانوا يخلصوا بالباريم القديم وبالباريم الجديد عنا حسب تقريب 700 مليار خسارة موكا جاني مواتك فيتار دورة الاجتماعية هنا دورة الاجتماعية رغم ليفهم موكا جاني للدولة بالرغم ليفهم اتغاها على مسألة الاستخلاصة هذا بالنسبة للدخل على ضريبة الأشخاص نأتي وتولى للشركات الشركات طلعنا في اليس شنوها كان عنا كان عنا ثلاثة طريف كان عنا العشرة في المئة للصناعات التقليدية والتنمية الجهوية والرعاية المسنين والشباب عشرة في المئة هذا قعد لا تبدل وفما اللي نقول وإحنا المشاريع الكبرى اللي هم يخلصوا 35% كما البنوك المؤسسات المالية واللي كونسيسيونيغ دوتو موبيل أيضا هم يخلصوا 35% شنو اللي تبدل السنة الخمستاش في المئة اللي خاطر كان كي يبدأ السكتور ولا شركة ما يشخاض على الليل عشرة في المئة للخمسة وثلاثين في المئة لتو جنغار خمستاش في المئة خمستاش في المئة اللي هو قبل كان خمستاش في المئة اللي هو من جيوه بعد هذي الكل نرجعوا بالتوالي ونردوه معتا الخمستاش يولي فما الخمستاش فما جميعا الخمستاش في المئة قاعدوا في الخمستاش في المئة حسب من شنوه من رقم المعاملات متاهم أوغتي فيا اللي أقل المؤسسات اللي تخدم وتدخل معناتها رقم معاملات رقم معاملات رأوا فما فرق مستدر مشاديز يعرفوا فرق ما بين البنفيس اللي هو نطرحوا منو اللي شارج ورقم المعاملات معناتها المبيعات اللي صارت في العام وهناي المشكل دونك اللي أقل رقم معاملات متيعو أقل من خمسة مليون такой يقعد في الخمستاش في المئة فما حتى مشكل اللي ما بين الخمستاش فيتين الخمسة وعشرين مليون في عوض خمستاش يطلع العشرين في المئة واضح واللي يفوت العشرين يمشي للغمسة يعني يثير أو يفوق 20 مليون يقولوا سوبرييرق 20 مليون يخلص أمبوز يغلي السوثيتي ضريبة على الشركات يقولوا يخلص 25% مع تلك 15 و لا فهمة 15 و 20 و 25 ثلاثة بخلاف العشرة و زيدوا جماعة 35 خرجوا من جماعة 35 في المية شكون البنوك والمؤسسات المالية والأسيرانس و يخلصوا 40% أمبوز يغلي السوثيتي الكل في الكل شوالا عنا و لعنا 6 كان عنها ثلاثة ومع عشرين في المئة الشركات اللي يتحل الكابيتال متاحها في البورس بشي يشجعوا الشركات بشي تدخل إذا كان بتبيعته بشي تنحل لا سمحني الحقيقة هذا ما نراه أنه معقول وفي إطار العدالة الجباية هل يعقل اللي يعمل رقم وعاملات خمسة مليون كيف اللي يعمل رقم وعاملات أكثر من عشرين مليون أو تفوق دوك عادي جدا أنه النسبة مش كيف كيف لا مهوش عادي على خاطر فما شركات فما دي سيكتور اللي شيفر دافير متاحهم قوي برشة كبير برشة كالديسربيشان دو ميديكا موفي يبدأ شيفر دافير معتا يدخلوا برشة فلوس معتا يبيعوا رقم المعاملات كبير أما البنيفيس صغير معتا عندهم مغش بني في سيخ ثلاثة أربع في المئة أي معناها رقم وعاملات مش محدد هو فيه خطى فما ناس فما أنشتاق لي رقم وعاملات تلقائها مرتفع ولكن النسبة متع لها مش رب حاريخ الربح معنا تلبيه في سيبول ربعين ولكن أنا إضافة لما قلته السيدة سومية نحب أن أكد على شيئين روال 15 في المئة اليوم تتطبق على الأرباح المتأتي من التصدير ما كانت تخلص قبل غرجان في 2014 ابتداء من غرجان في 2014 ونت 10 في المئة واختبطنا من 25 إلى 15 ووليت 15 في المئة كيفاش التصدير اليوم إذا كان رقم معاملاته يساوي أو يفوق 20 مليون دينار يولي 25 في المئة لماذا نتحدث نحن لجال بالاستثمارات الخارجية التي ستعمل في مجال التصدير وكالأنشت اللي نسميناه هين للسكتور إينوفون القطاعات المجددة المجددة ليس تكونوا لجهة تحديثة ونشجعوا فيها هذه غدوة زيادة نجم وإمكانين نضعها في 25 في المئة والمؤسسات اللي نسميهم المؤسسات الناشئة معقول هذه غدوة تولي لماذا أنا الحقيقة المقترحة بتاعي 15 في المئة يجب الإبقاعه عليه دون الاستيلاد للمعاملات للأنشت اللي ذكرتهم هذوما عندها قومة كبيرة المؤسسات الناشئة القطاعات المجددة وأهم شيء بالنسبة لي أنا التصدير وما دراكم التصدير ما نجموش نسبحوا لرواحنا اليوم باش كنا ما نخلصوا شاي بعشرة نرجعوا الـ 25 في المئة كلاش نجمو أنه في أعتقد نفس النسبة 15% على الكل تولي لأ تحدد النسبة موش حسب رقم المعاملات حسب المربيح تنجم فما برشا بولدين في العالم يعتمدوا معنطا يولي تو بخوغرسيف بالحق بخوغرسيف إما حسب البنيفيس كما يعملوا بغام عاليس قد ما يكبر البنيفيس قد ما تتو يزيد لاني بربيش نعقب على سكتور إكسبورتاتور صحيح هؤمالكين مي خلصوا حتى شيء ودخلوا معنتها في الـ ووصلوا اليوم 15% اليوم بشيوالي حسب الرقم المعاملات وفيت فما دراسة قامت بيها البنك منديال اللي لسكتور فانالما بالتغيير هذية في التود ما تمسش معنتها الشيف خدافير بخوونات دو الإكسبور اللي جاي من التصدير قعد هو بيدو شكون اللي يسكر ومشي اللي الصغار إما الشركات الكبيرة متع التصدير فينا المؤمت مستش هذية حسب دراسة قامت بيها البنك منديال واضح اللي هنا دون كيما قلت سيشيكر نواتا نقترحوا معاش نعتمدوا معنتها لو شيف بدافير رقم المعاملات باش نحدوا قيمة الضريبة كيما ساير في برشة دول معنتها مثلا نشوفين في المغرب ناخدوا المغرب المغرب يعتمدوا يعتمدوا المربيح فما دوتو يعتمدوا المربيح فرانسا ألمانيا فما كلاسيفيكاشن في الشركات فما البي ام او يخلصوا أقل 15% وفما وفما الشركات الأخرين يخلصوا بـ 15% نحب نقول ما تولى فرائما ان سيستام ما تحطينك نقري ما تصور البلان أكاديميك باش نفسر هالي تو والسيطان سيستامي والي الملتبلسيتي هذي محقد معانتها 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 ياسر وفنالما ما احنا ما هو الوبجكتيف ما هي مزور هي تاخذها معانتها الدولة وشن للعديلة تحقيق العديلة جبائية لهنا اننا فيما أنشتة بصراحة مننجمش أننا نعتمد شفر دافير يمكن أن تقوم بسيطة في كل مكان نرجع لسؤال الأصل نرجع لسيدة سمية مسألة هذه الموازنات المالية للدول إذا كانت تفكر في دورها الاجتماعي وإحنا نحكينا عليه في مراجعة جدول الضريب على الدخل بطريقة ما فلابد أن تفكر من جانب الآخر في كيف تحسن الموازنات المالية واستخلاص الجباية متاحة بشكل أن ما تكون شوما هو كبير تبيع معقول جداً إما ما نعتمدوش رقم المعاملات من الأصح ونزيدك زيادة معنى هذا الكل كان معنى نفترضو المعنى الشركات هنا يحافظو على نفس الكمبرتمان خطر أنه جميع تبدل مع تراو فما امباكت حتى في الكمبرتمان المعنى التي تبدلو الانبو لأنه هنا دجا مش نشجعو دون مانيق انديراكت متابلسيتما على المينوغاسيون دو شيفر دافير طيب إحنا نمشيو على الفخود فسكال والفخود فسكال ونقول له أين معنتها تركي تكسر معتها في شيفر دافير لمبو لنقص من المينوغاسيون ونقص من الشركة على زوج الشركات معتها تشجيع معنتها انديراكت الحقيقة هذا النسب ليس حتى في فضاءات العمومية في إتار نقاشات معنى نسمع أن يقول كنا طوفي عوض نكون معنى نصر بطريقة شفافة وأموري منظمة ونعتمدو معنى التعاشفافيتي معتش يقول معنى التعاشفافيتي معتش يقول أنا تعالش نقول بإجازة بلاي أي تعالش نقول لنا الـ 15% نخليهم الأنشتر اللي قلت لك عليهم التصدير القطاعات المجدد والستارتوب معناها المؤسسات وكان لزم لميزانية الدولة في حاجة ملاحة نرفعه لبقية الأنشتر لـ 20% فقط لا يمكن تجاوز 20% وذلك بالرجوع لك القول الشهير العلامة بن خالدون كلما كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية وهو كذلك أتتيني في كلمة شوية ونمتعش بإيجازة بإيجازة هنا هذه الضريبة على الشركات ينسوك ما تزيدنا في الـ 07 فيسكا حسب التقريب لو كي خطر صعي بيسر التحديد قد ما تزيدنا معنا في 2025 هو توفل في الضريبة على الدخل بش يبدأ الإمباكت من جنوية خطر هو رتنير السوس على السالير بش يبدأ من جنوية 2025 كين صدقنا عليه قانون المالية في اليسر إلى 2026 على خطر نشوف الأرباح اللي بش يتصير في 2025 الهني تعرف قداش الـ 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 معناتا قداش تزيدونا الأرسات من اليسر بالإغمونتاشن بالإغمونتاشن بالتو تزيدنا حسب تقريب 500 600 مليون دينا معناتها بالخاسرين و700 في الضريبة على الدخل أشخاص طبيعين ما نرجعوش ما نرجعوش ما نقابلش بعضه ووضح ومشنا نعدي الكلمة تاو الخبير المالي نعدي الكلمة خلينا نأخذ البنوك أنا بش نأخذ الهناي للساكتور في صحف بيتفاي ما نعطبش نأخوش جس لفولي في سكال ما نعطب في القانون المالية مشروع قانون المالية 2025 كناخذ البنك اليوم قانون المشروع بالبشروع قانون المالية تخلص 40% زيدهم 4% سياسس مع 8% وزيدهم 4% سياسس و4% زيدهم 10% ديفيداند غطونا على سوس على ديفيداند اللي تمشي الأشخاص طبيعي زيدهم 8% 8% البلوكاج معنات متع البنيفيس ذيكم بالشي خلصوا لزال القروض من غير وزيدهم وزيدهم اللي كنت جولي اللي جيوا في 2024 اللي مشوا الخزينة الدولة ونزيدك اللي كنت السني في 2025 ولله يتعبك لكن زاد فما الدور فما ما هو محمول والواجب الوطني توجه البلاد اليوم احنا نمر بصعوبات مالية كبيرة برشرة ومش تونس بركرة احنا مربوطين بالعالم صحيح لكن احنا زاد عنا صعوبات مالية خصوصية الوضع الاتصادي متاعنا مع عوامل خارجية هاوسيزية دادة طيب يحكي بشوية نمر بصعوبات مالية اذا كان ما يساهموش كل الطرف ما يساهمش بطريقة او باخرى لازمنا لازمنا نساهمو اما نشوفو لان خطر السكتور البانكير انا عليش اخذيتو فماليل لكاندورمان تعليش على خطر عندو امباكت كبير على الانفستيسما ونخلنا الكلمة نعطيك الكلمة حرة سيزياد مع انا سؤال ندعم به ايضا ما ستقوله هل تم الاخذ با الاعتبار كيف ما قلت قيمة الدينار سعر البرميل مثلا هل تم الاخذ الاعتبار به وشي النقطة اللي ممكن انت تراها النقطة هام اللي سيب التركيز عليها في قانون مالي فما نقطة مهمة على الاخر اللي هي احنا معنتها حطينا في الميزانية سعر البرميل اللي معتها النفط بشيكون في 77 دولار طيب نعرف وحنا التوا في وضع متاع حرب وممكن جدا انه مضيق باب المندب ومضيق هرمز يقع اغلاقهم هذي غير ما نحكيه على ضرب حقول النفط هذه امكانية بالعوامل هذية وكانت تصير وان شاء الله ما تصيرش احنا ماذا بينا ما تصيرش لكن مع الاسف محلين السياسيين كل يشوفوا اللي احنا ماشيين الاتجاه هذا نجم نلقى غدوة البريلة بتاع البرميل للنفط يكون مئتين دولار مئة وخمسين دولار ثلاثمائة دولار صحيح وهذه بش تكون كارثة على تونس بش نحكيه على عشرات آلاف ملايين الدينارات بش تزايدوا على الميزانية بش يكونوا نازيف عملة صعبة بش يخرجونها وزايدة حتى على المواطن معنات كي يجي عب مثلان يصب لتراي سانس شوالي بستة الالف ولا سبعة الالف معادش بدينارين و دينارين دينارين مئتين المزوط هذه بش تكون عندها تداعيات كارثية مش كان على مش كان على النفط برك خطر فهم التوكيب شوالي منعتيك مثالا كي برمير النفط تولي سبعة سبعة سبعين أو سبعين أو سبعين أو سبعين دولار مثلا تولي حتى الفلاح الساعة من التراكتور اللي بش يحرط في عوض خمسة واربع دينار بش يولي مئة وخمسة دينار بش يولي هو يغلي في الأسعار منتاع المواد الفلاحية اللي ينتجها معانتها بش تكون حلقة معانتها تضخمية كبيرة ياسر وتنجم تكون كارثية لكن نطمنوا الناس كل فما حلول فما حلول اللي هي فما إجراءات تحوط لزوبسيون داشا هذي بش نفسرها ومبسطها أكثر المستمعين هي كما نقوله كما لسيرانس كما لسيغورتا لسيرانس معانتها تولي تونس تدفع على كل برمية النفط سبعة دولارات تعمل معتها كونتراتو هذي أوبسيون داشا تعمل كونتراتو على أساس تخلصهم من توقع برمية النفط كما نخلصه لسيرانس الكربة إذا يقدر واحد يعمل اكسيدان يلقى لسيرانس تخلص له إذا ما يعمل اكسيدان يكون خسر هذه البريم إذا كان سعر النفط يتيح مثلا خمسين دولار لنكون خسرنا كسبعة دولارات إذا كان هو يطلع المائتين دولار لنكون ربحنا مثلا مائة وخمسة دولار ما نحكيه على مائتين وخمسين وتثمين دولار مثال وهذا خاطرنا كيف نشريها بخمسة وخمسة دولار معطا بالسعر المتاع التي عملناها حتى في صورة إذا كان ما تطلعش سعر البترول وطاح لتعاوننا في لنعرف وإحنا قدش عنا قدش نخرج عملة صعبة ونجم نستغل أكثر نسبة ممكنة من مخزون العملة صعبة لخلص الديون يعاوننا حتى النجم ونحطت أقل من 90 يوم كي نبدأ وإحنا العملة الصعبة معناتها محمية نعرفوها عننا رؤية قدش نصرف نقول ننجم حتى نطيح وإن نخلص الديون متاعنا والهنا زادة نحب نمشي المعطى آخر اللي هو الحكومة تبدأ العام الجاي بوضع صعيب يسر معتها خدمة الدين ما يقارب 25 ألف مليون دينار وهذا رقم مهول معناتها تحدي كبير يسر وهذا من جاي جاي من ترك ومات السياسات الخاطئة للجوء المفرط للتدين من الفين فسر لساد المشاهدين خدمة الدين هذه نتاج لقروض خذينها قروض خذتها تونس قبل واضح في العسرة سنين اللي فيتوا قبل واضح دين لسنة سنة 2015 واش حجم الدين العموم نعم خدمة الدين اللي سنة 2015 ايوة باش تكون فيما يقارب تقريب 25 ألف ولا 26 ألف مليون دينار احنا باش نجمون خلصوا خدمة الدين هذية يلزمنا ناخذوا من التدين الداخلي حسب ما هو موجود في قانون المالية ما يفوق 21 ألف مليون دينار تدين داخلي وما يفوق 6 ألاف مليون نجمون نلمد التدين الداخلي هذا رقم كبير ياسر احنا نعمل التنمين مباشر اللي هو خلصنا من مخزون العملة الصعبة من رزير بوندوبيز متاعنا في مقابل دين طويل الأمد على 7 سنين من عند البنك المركزي وكانت عملية ناجحة عملية ناجحة لأنها مكنتنا باش نقصوا من نسبة التدين متاعنا زاد وكانت نتائج متاحها إيجابية لأنه عكس ما قالوا بعبر شعبات قالوا اللي راه باش الدينار باش يتيح التضخم باش يعلى الترقيم السيادي متاعنا باش يمع تزيد خياب وهو بالعكس الدينار قعد مستقر سعر الصرف الدينار قعد مستقر التضخم تاح من 10% إلى 6.7% وزاد الترقيم السيادي تعدى درجتين من CCC مو مش لل CCC نوتر CCC بلوس درجتين معناتها ولهذا كانت عملية لكنها ما كانت عملية كافية لأن عوضناها بالتداين الداخلي ما يفوق 15 ألف مليون دينار عام جاي هل باش نكونوا قادرين باش ننمدوا 21 ألف مليون دينار باش يكون صعب الحكاية على خطر إذا كان نحافظوا على نسبة الفائدة المديرية بالشي قعد عالي خطر هو ماكتعرف السندات الحكومية مربوطة نوعا ما نسبة الفائدة مربوطة تكون متناغمة مع بالشي قعد عالي كيف نخليه نسبة الفائدة المديرية مرتفعة باش النجم نلمدوا صحيح النجم ممكن ممكنة مش أكيد ممكن النجم نلمدوا لكن باش يكون على حساب الاقتصاد لأن المدخرات البنوك الكل باش تمشي لتمويل الدولة وهذا باش يخلينا أن ما نحقوش نسبة نمو عام الجاي باش يكون في مشكلة كبيرة ياسر إذا كان نجحنا وإذا كان باش نقصوا في نسبة الفائدة المديرية عام الجاي باش نجم نلمدوا المبلغ باش يكون صعيب ياسر باش نقصوا باش نولي مثلا نسبة الفائدة متاع الصندات الحكومية 4% أو 5% هذا باش يساعد الاستثمار على خطر الشركة باش نجم تقترض أسهل لكن باش يعطل معاش النجم لمدوا الفروس هذه الكل للدولة شنو الحل لأن الحل موجود الحل هو نحن عملنا مقترح تنقيح لقانون البنك المركزي اللي ان شاء باش يوفر على الدولة التونسية كحاجة مليون دينار كحاجة للديون باي بطبيعة يقرب للوحد دور ما يفوق ممكن حتى العشرين لا لدي الرقام الدقيقة على الاشيانسية بتاع الديون الكل نجم تك الرقم الدقيق بالضبط حسب التقريب هذا باش يوفر لنا المقصود بهم مقترح مشروع قانون البنك المركزي وزاد حاجة أخرى باش نقص من من نسبة الفايدة خطرة وما ننساوش اللي احنا مش ندفع من هون الاخر العام ما يقارب سبعة آلاف مليون دينار كان القانون هذي يوفرنا منهم ألفين مليون دينار أو ألفين وخمسمائة مليون دينار ما نستحقوش ناخذ إجراءات اللي هي ممكن ضر الاقتصاد كما مثلا إجراء متاع الزيادة تفعيل الزيادة في القيمة المضافة اللي كان مبرمج مقبل على الشركات العقارية شركات البعث العقاري واللي هي تكون مثلا هذي مثال تكون سلبية لأنه إذا كان نزيده من 13% إلى 19% أول حاجة التونسي معاش نجم ياخو مسكن يكون من ناحية الاجتماعية يكون لي مشكلة ثاني حاجة القطاع العقاري بشي تمس والقطاع البنكي وراه هذي كيف تمس وفهم النجم يكون ومشكلة كبيرة ولهذا أنا نشوف قانون البنك المركزي هذي تنقيح قانون البنك المركزي إن شاء الله كان يتصوت معناتها في نفس الوقت هو قانون المالية باش النجم يأخذ بعين الاعتبار المزايا اللي بشي بهمنا القانون هذي في قانون المالية تكون حاجة باهية ومعناتها إن شاء الله مش كان يوفرنا يخفف العبء على ميزانية الدولة لكن زي هذا يمكن البنوك أنها توجه المدخرة تمتاحها لتمويل الاستثمار لتمويل الشركات ومش لتمويل الخزينة العامة وهذا ما سيكون فيه معناتها دفع إيجابي لنمول اقتصادي لنمول اقتصادي ودعم الاستثمار لأي تفضل نحب نحب أعرض قلي معناها بسلوب برقي أو لحقيقة الفرادية التي قالها سي زياد مجرد فرادية على سعر البرمي كنا 89 دولار لبرمي سنة 2023 هبطنا 81 دولار سنة 2024 تقديرات الأولية اليوم سعر البرمي اليوم تشوف 74 دولار 76 حتى 72 دولار وبالتالي بنيت وزارة مالية على 77 هو على أساس أكل معدل السنوي تقعد فرادية تنجي متصير حرب إقليمية في شرق الأوسط ولا لا كشفت أنت الضربة بتاع إسرائيل كنت محدودة لابد الحدول خطر دولك من الولايات المتحدة الأمريكية ميساعد حرب إقليمية خطر مصالحها بشي تمسوا وبالتالي مستبعدة جدا ذاك عليش بشي تحمل بشي تحمل البنك يتوزع البنك الأرباع بش تمشي للمنتفعين لأرباح الموزعة تخو عليها 10% هي خاصة من المور تحر وريق بش الشخص يتحمل لك 10% اللي يخذوه ومعادش يصرح بيه في الضريبة متاعه يحطه في التصريح أما معادش يتحمل عليه ضريبة وبالتالي راول 10% الحقيقة ثم بيسر عبيد يقولوها ما يتحمل الشركة التوزع لتحملها يتحملها الشخص الطبيعة الذي انتفع بالأرباح الموزعة اللي خذها هو من الأرباح الراجعة له وبالتالي وتحر وريم اخر بربي مقترح نقوله على البعث العقاري خطر ابتدي من غرد جام في 2025 ليس قانون المالية هو ليس قانون المالية هذا الفصل 39 قانون مالية 2024 قال من غرد جام في 2025 النسبة 13% على العقارات الصالحة للسكن عندما يقع اقتنائه للبعث العقاري تولي 19% هذا يتأثر على المقدر الشرائي المواطنين ويتأثر على الوضع الاقتصادي المتردي بالنسبة القطاع البعث العقاري نقول الابقاء على نسبة 13% بطريقة اخرى ناخذ 19% نعمل منها الترح في 30% او النزول ب13% الى 7% وذلك بشعة دفع كبير المقدر الشرائي بالمواطنين بسببت عام لانه فعلا نعضي كلمة سمية وسيزياد ونرجع نقطة بنقطة على مشروع قانون المالية بأكثر تناب وأكثر تفصيل احنا رحكينا شوي على الدور الاجتماعي لدولة ما حكيناش سي محمد صارح على احداث الصندوق الحماية الاجتماعية لعملات الفلاحية احداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وهذا مهم جدا احداث اعفاء المنتفعين بجراية العجز وجرايات الايتام مضاربة على الدخل وغيرها من الاجراءات وما حكيناش ايضا على الاستثمار في مسؤول قانون المالية لدعم الاستثمار طبعا نحكيوا عليهم ان شاء الله في حلقات اخرى شكرا لكم مشاهدينا نتقابلوا في حلقة اخرى من تورسي الصديق على خير اشتركوا في القناة